بعد انسحابهم منذ عدة أيام عبر ممرات تحت الأرض لهذا المجمع الصناعي الضخم في ماريوبول دفع مقاتل المقاومة الأوكرانية الروس إلى استبعاد الهجوم وبدأ حصار لفترة لم تحددها صحيفة لوفي جاغو الفرنسي هذا ما يراه الكاتب في الصحيفة الكاتب هيوغ مايوفي تقريلا له عن الموضوع وقائلا إن آخر القوات المشاركة في حماية ماريوبول منذ منتصف أبريل تراجعت إلى مصنع أزوفستال وهو مجمع فلاذي ضخم تبلغ مساحاته أكثر من 10 كم مربع وقيم في عام 1933 على شواطئ بحر أزوف وهو ينتج الحديد والصلب بفضل أفران فحم الكوك العملاقة الموجودة فيه منذ عدة أيام أصبح هذا المصنع معقلا للجنود الأوكرانيين ضد تقدم الجيش الروسي في مدينة ماريوبول الأوكرانية في الوقت الذي يبدو فيه أن قوات الكريملين قد استولت على بقية المدينة المحاصرة منذ أوائل مارس آذار الماضي فإنها تواجه الآن مقاومة شرسة حول المجمع ونظرا لهذه المقاومة الضارية أصدر رئيس روسيفل ديمير بوتين أمرا مباشرا لقواته بإلغاء الهجوم الذي كان متوقعا قائلا يجب أن نفكر في حياة وصحة جنودنا وضباطنا ويجب أن ندخل سرديب الموت تلك ونضطر للزحف تحت الأرض ويصف الكاتب تلك المنطقة الصناعية المذكورة بأنها مدينة تحت المدينة وهناك عدة مستويات تحت الأرض تعود إلى الحقبة السوفيتية ويؤكد إدوارد باسورين ممثل القوات الانفصالية الموالية لروسيا في دونياتسك أن القصف من أعلى لن تكون له جدوى ومن الضروري سحق منهم تحت الأرض معترفا بأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا